ذات المشهد الانتخابي يتكرر بتفاصيله في ساحة السياسية في فنزويلا ففي خضم مواجهة محتملة بين الحكومة والمعارضة يعلن رئيس المجلس الوطني للانتخابات فوز الرئيس الحالي نيكولاس مادورو على منافسه مرشح المعارضة إدمون جونزاليس بفارق ثماني نقاط بعد فحص ثمانين في المائة من مراكز الاقتراق وبنسبة مشاركة بلغت تسعة وخمسين في المائة حصل نيكولاس مادورو مورو من القطب الوطني العظيم على واحد وخمسين في المائة من نسبة الأصوات وحصل المرشح إدموندو جونزاليس من مجموعة الوحدة على أربعة وأربعين في المائة وحصل بقية المرشحين الآخرين على نسبة أربعة فاصل ستة نهني الرئيس الجديد لجمهورية فنزويلا البوليفارية المرشح نيكولاس مادورو مشهد لا يختلف كثيرا عن نتائج انتخابات عام 2018 التي أعلن فيها فوز مادورو بعد مقاطعة المعارضة لها ورفض جزء من المجتمع الدولي الاعتراف بها إذ أعلنت المعارضة الفنزويلية هذه المرة فوزها أيضا وشككت في نتائج المجلس الانتخابي الموالي لمادورو كما أبدى الدول مخاوفها من عدم نزاهة النتائج المعلنة وتدعياتها على المشهد السياسي والأمني في فنزويلا لسيما بعد إشارة مادورو إلى احتمال حدوث إراقة دماء في حال خسارته لقد رأينا إعلان لجنة الانتخابية الفنزويلية لدينا مخاوف جدية من أن نتيجة المعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلية من الأهمية بمكان أن يتم فرز كل صوت بشكل عادل وشفاف المجتمع الدولي يراقب ذلك عام إن كثب وسيستجيب وفقا لذلك وكانت دول من بينها الأرجنتين وكوستاريكا والإكوادور قد أصدرت بيانا طالبت فيه بفرز الأصوات بشكل نزيه وشفاف ما دعا السلطات الفنزويلية إلى التحذير من التدخل في حق الشعب في تقرير مصيره مشيرة إلى تصويت المواطنين بحرية وبشكل قانوني في الانتخابات مروى الحاج تراتي عربي